إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحى لها كمر السحاب تراحى لها كمر السحاب تراحى لها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام ومضى رمضان سريعا وهذه الحلقة الأخيرة في رمضان سبحان الله بدأناه بالأمس واليوم كأننا بالأمس واليوم ننتهي منه فسبحان من له الدوام ونختم بمشهد آخر من مشاهد يوم القيامة هذا المشهد هو ديوان المظالم ديوان المظالم اعلم أن الزنوب على أنواع وعلى أقسام وأن الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد إذا تاب ويغفر له في الزنوب التي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى يغفر له أما في ديوان المظالم بين الناس فالحذر الحذر لأنه يقتص للمظالم اليوم القيامة والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم وهو الذي يقتص فلا مجال للتدليس ولا مجال للمراوغة ولا مجال للإفلات لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل الذي سيحكم سبحانه وتعالى وتخيل نفسك يا عبد الله يا عبد الله يا أمت الله يأتيك من ظلمتهم في الدنيا هذا يأخذ بملابسك لا ملابس قلنا يحشر ناس حفا أورا غورلة هذا يأخذ برقبتك وهذا يأخذ بشعرك وهذا يأخذ بيدك وهذا يأخذ بأي شيء يستطيع منك يأتي جارك يقول أنت ظلمتني في كذا ويأتي ابنك يقول أنت ظلمتني في كذا ويأتي أبوك يقول أنت ظلمتني في كذا ويأتي مرؤوسك في العمل يقول أنت ظلمتني في كذا ويأتي من اشترى منك يقول أنت ظلمتني في كذا فتوهم نفسك يا عبد الله وتخيل نفسك يا عبد الله وهؤلاء يطالبون بالقصاص يوم القيامة بين يدي الملك سبحانه وتعالى فلابد من القصاص ولابد من رد الحقوق إلى أصحابها فتحلل يا عبد الله تحلل يا أمة الله من المظالم من مظالم العباد حتى لا يقتص لك بالحسنات والسيئات لأنه ليس سمت لا درهم ولا دينار بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقتص للجميع حتى للبهائم تقول سبحان الله هل البهائم مكلفة لكن هذا سبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء أي الشاة التي لا قرون لها ونطحتها شاة لها قرون يؤتى بهما يوم القيامة يقتص من الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي نطحتها بقرونها والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى شاتين تنتطحان فيقول يا أبي زر رضي الله عنه أتدري فيما تنتطحان يقول الله الرسول أعلم يقول لا أدري يا رسول الله الله أعلم يقول لكن الله يعلم وسيقتص من أحدهما للأخرى فإذا كان الأمر هكذا بين العجماوات بين الوحوش غير المكلفة فكيف بالإنسان المكلف ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى لهذه الحيوانات كوني طرابة والكافر يتمنى يومها أن يكون طرابة يقول يا ليتني كنت طرابة كهذه الحيوانات العجماوات فمن يعمل مسقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال زرة شرا يرى فالحذر الحذر من ديوان المظالم والنبي عليه الصلاة والسلام حرم من الظلم وربنا سبحانه وتعالى حرم من الظلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويع الرب العزة سبحانه وتعالى يا عبادي الحديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا والله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يمهل للعبد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فلا تغتر يا من ظلمت الناس بأنك قد أفلت وأن الناس قد نسوا فإن الله لا ينسى وما كان ربك نسية سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أقول كما في حديث محاذ رضي الله عنه توق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب والله سبحانه وتعالى يقسم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ديوان المظالم احذر الإفلاس يا عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاعهم يظنون ذلك الذي لا يملك أعراضا من أعراض الدنيا ولا مالا ولا درهما ولا دنارا فالنبي عليه الصلاة والسلام صوب لهم هذا الفهم قال لا المفلس من أمتي أي المفلس الحقيقي ليس مفلس الدنيا في المال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاء في رواية أعمال كأمثال الجبال انظر إلى أعمال كأمثال جبال تهامة أكبر جبال في الحجاز هذا والمفلس يأتي يوم القيامة ويظن أنه جاء بعمل كثير كبير كالجبال ويأتي وقد سب هذا وقزف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي هذه الحسنات التي كانت كالجبال ضاعت كلها فصارت هباء منصورة ضاعت كلها في مظالم الناد فاحذر يا عبد الله من الظلم احذر يا عبد الله من الظلم احذر يا أمط الله من الظلم من حقوق العباد هذا العبد الذي جاء بهذه الحسنات يأخذ من حسناته الكثير هذه فيعطى للناس ثم إذا فنيت الحسنات ولم يقضي ما عليه هل يقتصر الأمر يتوقف على هذا لا إنما يأخذ من سيئات الناس ثم يطرح عليه ثم يطرح في جهنم والعياذ بالله فاحذر يا عبد الله من المظالم وتحلل من المظالم قبل أن يكون الحساب بالحسنات وبالسيئات ليس سمى الدرهم ولا دينار استمع إلى هذه الحكاية العجيبة من الحبشة كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الصحابة الذين هجروا إلى الحبشة أسمعون من أعاجيب ما رأيتم فقال بعضهم نعم يا رسول الله إن امرأة من عجائز رهبانيهم أي امرأة عجوز من الرهبان كانت تمشي وتحمل قلتها أو جرتها فوق رأسها فقام إلي شاب فوضع يده بين كتفيها ثم دفعها دفعة فسقطت قلتها من على رأسها فانكسرت فوقفت لهذا الشاب وقالت يا غدر أي غادر يا غدر غدا عندما يأتي الملك سبحانه وتعالى للحكم بين العباد وتنطق الألسنة والأيد والأرجل بما عملت فيومها ويضع الله سبحانه وتعالى الملك الكرسي ويحكم بين العباد وقتها ستعلم ما فعلت يا غدر فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقدس الله أمة لا تنتصر لمظلومها من ظالمها كيف يقدس الله أمة لا تنتصر لمظلومها من ظالمها فالحذر الحذر من دوان المظالم الحذر الحذر من الإفلاس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من مظالم الناس هي الدماء هي الدماء نعم إن أول ما يحاسب عليه العبد كما في الحديث من حقوق الله سبحانه وتعالى هي الصلاة فإن صلحت صلح ما بعدها هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى إنما في المظالم وفي حقوق العباد فإن أول ما يحاسب عليه العبد الدماء الدماء من قتل الناس متعمدا فهذا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يأتي المقتول يجر قاتله ويحمل رأسه على كفه ويأتي تحت عرش الرحمن ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني دماؤه تنزف ويقول يا رب يحمل رأسه على كفه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فيسأله ربه سبحانه وتعالى وأعلم به لما قتلته فيما قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لفلان يقول خبت وخسرت إن العزة لله سبحانه وتعالى خبت وخسرت ثم يؤمر به فيلقى في نار جهنم والعياذ بالله فالحذر الحذر من الدماء ومن التخبط في الدماء فإن هذا أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون فيعبد الله تحلل من المظالم قبل أن يكون الحساب بالدرهم وبالدنار تحلل من المظالم لعل هذا الكلام في هذه الحلقة الأخيرة وكان عن غير ترتيب وبقدر الله سبحانه وتعالى عن ديوان المظالم حتى نبين للناس ويظل في الزاكرة كآخر حلقة المظالم فليحذر الناس من ديوان المظالم ومن ظلم الناس لبعضهم البعض تحلل يا عبد الله تحلل يا أمة الله من المظالم اليوم فازهب إلى أخيك اذهب إلى أختك قل أنا وقعت في حقك كذا وكذا فاغفر لي قولي أنا وظلمتك في كذا وكذا فاغفر لي قبل أن يكون الحساب بالحسنات وبالسيئات على مدى هذه الحلقات أيها الإخوة والأخوات وصفنا بعض مشاهد يوم القيامة ولم نقف على جميع المشاهد لكننا وصفنا وصفا سريعا يتناسب مع الوقت المحدد لهذا البرنامج وما كان من صواب فمن الله وحده سبحانه وتعالى وما كان من خطأ ومن تقصير فمني ومن الشيطان وما أبرئ نفسي فإن النفس أمارة بالسوء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا خطايانا وأن يغفر لنا أخطاءنا وأن يغفر لنا زلاتنا وأن يتقبل منا حسن أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئها وأن يصطر علينا في الدنيا وأن يصطر علينا في الآخرة آمين يا رب العالمين نكتفي على هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إذا قربت ساعة يا لها زنزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سوعة كمر السحاب تراحى لها كمر السحاب تراحى لها كمر السحاب تراحى لها تراحى لها تراحى لها